مبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أطلق المرحلة التانية من تنمية سينة وقال أن العمل الحقيقي لتنمية سينة ابتدى في عهد الرئيس السيسي بالقرار الاستراتيجي الخاص بإطلاق المشروع القومي لتنمية سينة جنبا إلى جنب مع ضحر الإرهاب في عام 2014 خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن بدء المرحلة التانية للتنمية في سينة وأهميتها على الاقتصاد والعائد الإيجابي على المواطنين بنرحب في فقرتنا النهاردة بالدكتور ماجد عبد العظيم وستاذ الاقتصاد بجامعة المستقبل بنوارنا يا دكتور أهلا وسهلا بحضر أخير دكتور باحل نوري دكتور بداية نعرف من حضرتك أهمية انتلق المرحلة التانية من تنمية وتطوير سينة بسم الله الرحمن الرحيم طبعا بدون شك أن المرحلة التانية من تنمية سيناء استكمالا للمرحلة الأولى وما تم من إنجازات في هذه المرحلة يمكن تنمية سيناء في عصور سابقة لم تكن تحظى بالاهتمام الكبير وخاصة بشكل أكبر شمال سيناء وطبعا توجهات سيادة رئيس عبد الفتاح السيسي وتوجهات الحكومة في الفترة السابقة كلها لتنمية مستدامة وشملة لشبه جزيرة سيناء مع التركيز على المشروعات القومية الكبرى اللي بتعمل أكتر من حاجة بتولد فرص عمل بتخلق فرص عمل لأهالي المنطقة وبالتالي بتدخل دخول لدويهم وبتحس مستوى معيشتهم تنمية عمرانية من خلال قضاء العشوائيات وبناء المجتمعات التي تليق بحياة كريمة لأهالي سيناء وللمواطن المصري بشكل عام أيضا مشروعات قومية متعلقة بمجالات عديدة منها مجالات صناعية منها مجالات زراعية منها مجالات سياحية منها أيضا ما يتعلق باللوجستيات والموانئ والمطارات البنية التحتية اللي تم إنشاءها في فترة وجيزة من الزمن في عمر الدول على مستوى جمهورية مصر العربية ومنها طبعا شبه جزيرة سيناء دي هي زي ما بقوله الأساس لأي تقدم مش بس لأي تقدم لأي استثمارات سواء كانت محلية أو عربية أو أجنبية لأن لو لا وجود البنية التحتية بشكل المشرف اللي احنا شايفينه دلوقتي مش هابه فيه أي استثمار ولا حتى استثمار محلي وبالتالي التوسع في هذه البنية التحتية بشكل كبير جدا يعود على المواطن المصري بمردود إيجابة ده اللي أكد عليه الدكتور مصطفى مدغولي أن هي دي المرحلة الأصعب في التنمية هو قال كده برح هذا التعبير الأصعب احنا عدناه اللي هي البنية التحتية خلال عشر سنوات في الخمس سنوات المقبلة هي الخطة أو المرحلة الثانية لتطوير وتنمية سيناء تحدث بلغة الأرقام احنا دفعنا وأنفقنا ستمائة مليار دلوقتي المرحلة المقبلة تلتمائة خمسة وستين مليار في حوالي تلتمائة مشروع في ست مراكز أساسية في شمال سيناء شايف تحليل هذا الرقم وما أنفق خلال السنوات الماضية بعين أساد الاقتصاد لا شك أن لو بصينا لتحليل أرقام أو ما يسمى التكلفة والعائد سأنا بتكلف الدقيق وإيه المردود اللي هيعود على الدولة المصرية والشعب المصري والاقتصاد المصري من هذه الانفقات طب لو جينا بصينا 600 مليار جنيه تم انفقهم في مشروعات كبرى مشروعات عملاقة منها زي ما حاك تفضلت وزي ما دولة رئيس الوزراء تحدث وزي ما قبلها تحدث سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عن أن الدولة بتركز كل جهودها على أن يكون فيه تنمية شملة ومستدامة تشمل كافة ربوع جمهورية مصر العربية كان فيه محافظات مهمشة وبالتالي كل التسليط للأضواء على كل المحافظات السبعة وعشرين محافظة اللي في جمهورية مصر العربية كل محافظة بتحظى باهتمام القيادة السياسية وبنصبها من المشروعات القومية والتطوير والتنمية وتحسين مستوى المعيشة وأيضا خلق فرص عمل لزيادة الدخول طب لو جينا بصينا على شمال سيناء بالتحديد أين تقع تقع في شمال شرق جمهورية مصر العربية مساحة شمال سيناء تقريبا ما يقرب من سبعة وعشرين ألف وخمسمائة كيلو متر مربع يقتم بها من السكان ما يقرب من سبعمائة ألف نسمة إذن هناك احتياجات لهذه القوة البشرية بتوفر فرص عمل بمستوى من الرعاية الصحية والتعليمية وأيضا الاجتماعية وتوفير مضلة حماية اجتماعية لمحدود الدخل في هذه المنطقة توفير بيئة صالحة للسكن تليق بيئة المواطن المصري وأيضا سكان هذه المنطقة وبالتالي هذه المبالغ الضخمة التي تم انفقها في المرحلة الأولى زي ما تفضل رئيس الوزراء وقال هنبص نلاقي أن المبلغ الذي أنفق 600 مليار جنيه يعقبه 365 يعني أرقام ضخمة يتم انفقها وضخها للاستثمارات في هذه المنطقة وتحسين مستوى الحياة وأيضا تعتبر هذه المنطقة منطقة مستهدفة مستهدفة لأنها منطقة حساسة جدا بموقعها الاستراتيجي وأيضا لحدودها المترامية مع أكثر من دولة وبالتالي تعمير هذه المنطقة ويعني زي ما بيقولوا كده خلق حياة متكملة في هذه المنطقة أنا بتكلم عن شمال سيناء ده بيخلي كمان يبقى الفرص مش بس الوظيفية المتاحة لا فرص الأعداء أو الطامعين في هذه المنطقة تقل وبالتالي تكون هذه المنطقة عامرة بالسكان بدل ما تكون غير مأهولة بالسكان بشكل كامل فبالتالي تبقى مطمع للطامعين دي نقطة النقطة التانية إن المرحلة التانية من تعمير سيناء والجزء المخصص لهذه المنطقة شمال سيناء 365 مليار جنيه ده رقم زي ما تفضل دولة رئيس الوزراء وقال إحنا عدينا المرحلة الأصعب فإن شاء الله المرحلة اللي جاية بالعكس ده المرحلة اللي جاية كمان هيبقى فيها منافع كثيرة زي ما قال إن الشركات أهالي هذه المنطقة وأياد أهالي هذه المنطقة هم اللي هيساعدوا في هذه المشروعات ده بسبب إن سيناء الجديدة آمنة ومستقرة ففي مجال إن الناس تتمر في مجال إن الناس تقعد وهي متطمنة في مجال إن تفتح جامعات فيبقى في مزيد من الاستقرار ومزيد من جذب فرص العمل أو جذب كمان شباب إنهم تقعد وتستقر طبعا بدون شك خلق حياة وحياة متكملة المدارس والجامعات والمراكز الصحية والمستشفيات والبنية التحتية والطرق وسهولة الوصول إلى الأماكن المختلفة أيضا أهم عنصر بقى لو مش موجود كل ده ملوش لازمة ألا وهو الأمن والأمان صحيح القضاء على الإرهاب دايما يد تبني ويد تحمل السلاح يد تبني ويد تحمل السلاح يعني إيه تم الحمد لله بفضل الله القضاء على ظاهرة الإرهاب اللي كانت منتشرة جدا في هذه المنطقة وبالتالي بقت آمنة آمنة لحياة المواطنين وأهل هذه المنطقة آمنة أيضا بل جاذبة لاستثمارات سواء كانت من رجال الأعمال المصريين أو من الإخوة العرب أو حتى من الأجانب لأن في معالم سياحية ومزارات سياحية كثيرة جدا يمكن أن تكون السياحة من أحد أهم مصادر الدخل في هذه المنطقة بالإضافة أيضا إلى أنها فيها تاريخ ديني كبير جدا جدا يعني جبل الطور وتجلى ربنا سبحانه وتعالى على سيدنا موسى العائلة المقدسة مسار العائلة المقدسة أيضا المعالم السياحية الكثيرة أيضا سيناء غنية بمواردها الطبيعية من ضمن المشروعات الصناعية العملاقة زي ما تفضل رئيس الوزراء وقال مشروعات في مجالات صناعية لم تكن مسبوقة من قبل زي مصانع الرمال السوداء أيضا ما يتعلق بالموانئ واللوجستيات تطوير الموانئ المطارات كل ده بتبقى عوامل مكملة هي منظومة متكملة الدولة بتنشئها بتكاليف باهضة علشان تعود بمردود اقتصادي واجتماعي على المواطنين وعلى التوكيد في تقديم دولة رئيس الوزراء مبارح للخطة أو المرحلة الثانية من تطوير سيناء تكلم عن ثلاث أهداف رئيسية الهدف الأول وهو طبعا الهدف الأهم تحسين مستوى المعيشة لأهل سيناء الهدف الثاني تأسيس مجتمعات عمرانية وزراعية وصناعية والهدف الثالث هو جعل سيناء منطقة جاذبة للاستثمارات العالمية عايزة توقف مع حضرتك عند الهدف الثالث ده لأنه ده محتاج ترويج لسيناء ترويج لهذه الاستثمارات للإمكانات الهائلة الموجودة واللي للأسف الشديد لم تستغل حتى الآن إزاي نعمل خطة تسويقية لهذه الكنوز الموجودة في سيناء طبعا دي نقطة في غاية الأهمية لو أنا عندي كنس وما عرضتوش أو عملت له ترويج علشان أسوقه مش هيبقى فيه إقبال عليه بالشكل لو أنا روّكته بكل الوسائل من خلال مثلا القوى النعمة كان يكن السيد رئيس الوقت تحدث عن الفن ودوره فيه الترويج للمعالم السياحية لما كان فيه فنانين موجودين في المؤتمر نمرة واحد نمرة اثنين وسائل الإعلام نمرة ثلاثة مكاتب التمثيل التجاري والقنصليات المختلفة في الدول نمرة أربعة ودي حاجة بقت دلوقتي هي الوسيلة الأكبر والأوسع انتشارا اللي هي السوشيال ميديا الإنترنت المواقع الإلكترونية الويب سيطات زي ما بنقول بالإضافة لأن دلوقتي بقى كل حد يعني كلنا مسكين موبايلات فبسهولة شديدة ببدأ أعمل حملة ترويج حملة إما من خلال حملة دعائية بيشاركوا فيها الفنانين والشخصيات المشهورة زي مثلا نجم كبير زي محمد صلاح لما يروج لهذه الحملة الدعائية للمعالم السياحية في مصر أكيد هيبقى لي جمهور كبير وقعدة كبيرة جدا من محبي من كل دول العالم فنانين من النجوم المحترمين اللي عندنا لما يروجوا ويسهموا في دعم هذه الحملة هتبقى حاجة كويسة جدا بالإضافة للقنوات الرئيسية منها دور حضراتكم الكبير اللي بتقوموا بيه مشكورين كإعلام وكمان خلوا بال حضراتكم أن مش بس مصر غنية بمواردها لا كمان الأجانب بيحبوها والعرب بيحبوها والشعب المصري مش متحيزا لبلدي علشان أنا مصري الشعب المصري بطبيعته شعب لطيف ودود وإحنا شاكين مصر محتضنا جنسيات كثيرة من دول العالم المختلفة وبالتالي كمان بيلقى السائح في هذه الدولة معاملة كريمة وبيحس أنه في بلده التاني ما بيحسش بغربة ودي برضو ميزة قد تفتقد في بعض الدول اللي عندها بعض المعالم السياحية يمكن فيه توجه كبير في الدولة المصرية على مدار السنوات اللي فاتت أن كل أبناء الشعب المصري يحظوا بنفس الفرص ويقدم لهم نفس الخدمات فترة طويلة قعدت أبناء سينة مهمشين وأبناء سينة كانوا بيحسوا أنه مش بيقدم لهم الخدمات الاستثمار في البشر اللي بقى يحصل مؤخرا في أبناء سينة طبعا لا شك أن الاستثمار في البشر من أهم أنواع الاستثمار في العالم لأن القوة البشرية هي فعلا اللي بتصنع تقدم الدول بجانب طبعا رأس المال لكن بنشوف دول بتستورد البشر اللي بتشجع على الهجرة وبتدي مزايا عينية ومزايا مادية للي هاجر ليها هو وأسرته لكن إحنا عندنا ميزة حبه الله سبحانه وتعالى ميزات عديدة حقيقي مش ميزة واحدة لمصر يعني لو تكلمنا عن الموقع الاستراتيجي لو تكلمنا عن موقع شبه جزيرة سيناء سواء شمالا أو جنوبا لو تكلمنا عن الموارد الطبيعية الغنية كل محافظة من محافظات مصر فيها ميزة نسبية إما فيه أيدي عاملة مهرة وإما فيه موارد طبيعية وخمات يعني على سبيل المثال وده دايما بقوله لو تكلمنا عن صناعة الأثاث هيخطر في ذهننا كلنا مدينة دميات المحلة الغزل والنسيب شبه جزيرة سيناء شمالا أو جنوبا فيها أماكن سياحية غير طبيعية فيها موارد غنية بمواردها وخيرتها ونشوف قد يقبال السياحة على جنوب سيناء فيما يتعلق بشرم الشيخ فيما يتعلق بالمناطق اللي بيحبوا الشعب المرجنية فيه دور اجتماعي بقى كبير قامت بيد دولة لتحسين مستوى جودة الحياة وتحسين مستوى معيشة المواطن من خلال مش بس المشاريع القومية العملاقة اللي تبنتها الدولة المصرية وتم إنجازها في فترة وجيزة أشاد بها العالم أجمع لا كمان نقطة مهمة جدا إن الاهتمام بالقوى البشرية زي ما حكت فضلت وقلت بيلقى اهتمام كبير جدا ابتداء من التعليم اللي هو أساس تقدم الأمم التعليم هنلاقي إنه فيه مناهج جديدة دخلت تخصصات غير مسبوقة بما إننا بأعمل كأستاذ جامعي فيه تخصصات كليات ما كانش مسبوقة قبل كده ما كانش عندنا قبل كده كلية اسمها الدكاء الاصطناعي وكليات عديدة على هذا المنوال بالإضافة لتحسين جودة التعليم من خلال تطوير المناهج التعليمية نقطة في غاية الأهمية أن الأجيال المستقبلية اللي هي بقى بنسميها التنمية المستدامة أنا بعمل تنمية النهاردة للأجيال الحالية ولا أغفل حق الأجيال المستقبلية فيه هذه التنمية وبالتالي التعليم وجودته نقطة في غاية الأهمية وجود القنوات اللي بتوصل مبين سيناء ومبين باقي محافظات مصر العربية مستقبلية نقطة دي هنتكلم إزاي شرايين الحياة اللي بتربط الوادي بسينة هنرجع مرة تانية نتكمل الحديث عنها لكن نروح سريعا لفاصل ونرجع مرة تانية بنجدد صباحنا على حضراتكم مرة تانية ولسه الكلام مستمر عن سيناء وتنمية سيناء مع دكتور ماجد عبدالعظيم أستاذ الاقتصاد بجمعة المستقبل دكتور ماجد قبل الفاصل كنا بنتكلم على فكرة شرايين الحياة أو الأنفاق اللي ممتدة خمس لستة أنفاق في بورسعيد الإسماعيلية السويس واللي بتربط الوادي بسينة الحلم القديم ربط سينة بالوادي بشايف ده إلى أي مدى أثر على إسراع الخطة في تنمية سيناء بدون شك أن هذه الأنفاق أو زي ما حكت فضلت قلت المصطلح الجميل شرايين الحياة بدونها يختلف الوضع تمام لأننا كنا قبل كده ما عندناش غير نفق الشهيد أحمد حمدي قوائم انتظار وتوابير لما نيجي نعد النفق واختلاقات في المرور وقت زمني طويل علشان أخرج وأدخل النهاردة تم إنشاء خمسة أنفاق جديدة فبقى عندنا ستة أنفاق وتم تطوير نفق الشهيد أحمد حمدي بشكل كبير جدا بالإضافة إلى مجموعة من الكباري شرايين الحياة دي اللي بتوصل ما بين سيناء وما بين باقي محافظات جمهورية مصر العربية في غاية الأهمية لأن عزلت هذه المنطقة لفترة طويلة جدا سواء في تهمشها في التنمية والتطوير أو سواء حتى في ممرات وطرق الوصول إليها أو قنوات الوصول زي ما بنقول هتلاقيها إنها كانت بتخليها فعلا حتى أهلي هذه المنطقة ما كانوش بيحس أنهم بيحظوا بالاهتمام الكافي النهاردة الدولة المصرية والقيادة السياسية أولت اهتمام كبير زي ما شفنا 600 مليار جنيه في المرحلة الأولى 365 مليار في المرحلة التانية أرقام كبيرة جدا بيتم إنفقها مش بس في مشروعات صناعية زي ما أنا أشرت في البداية وأيضا زراعية وأيضا خدمية وأيضا تنموية وأيضا اجتماعية وبالتالي هذه زي ما بنقوله كده التشكيلة الكبيرة من المشروعات اللي في مختلف المجالات بتخلي المنطقة دي تبقى منطقة وعدة ولها مستقبل كبير إما كمركز لوجيستي للصدرات وإما أيضا كميناء من الموانئ الكبيرة جدا أيضا وجود المطارات بيسهل عملية الدخول والخروج للأفواج السياحية والوصول إليها كمان الاستغلال حسن استغلال ثروات هذه المنطقة سواء كانت ثروات بشرية أو ثروات طبيعية بيخلي فعلا ده في قيمة مضافة مش بس للمنطقة دي أو للمحافظة دي لا للاقتصاد المصري ككل وبالتالي مزيد من التطوير والتنمية وأيضا مزيد من معدلات النمو وزيادة في معدلات النمو زيادة في تحسين مستوى جودة الحياة وشفنا مشروعات لما كان السيد رئيس الوزراء بيتكلم شفنا على الشاشة قد إيه كمية المشروعات سواء فيما يتعلق بتحليات مياه البحر سواء ما يتعلق بمشروعات مياه الصرف الصحي سواء فيما يتعلق بي المشروعات الصناعية الغير مسبوقة من قبل كل هذه الحزمة من زي بقولوا الدفعة القوية لتطوير هذه المنطقة وأيضا بقي محافظات جمهورية مصر عربية هو اللي خلينا النهاردة الحمد لله لنعتبر من الدول العربية مش بس المستقرة أمنيا وسياسيا واقتصاديا بفضل الله سبحانه وتعالى إلا أننا بقينا دولة جاذبة لمزيد من الاستثمارات والدليل على ذلك وقدوم الشركات العربية والأجنبية للاستثمار في مصر بنشكر حضرتك دكتور ماجد عبدالعظيم أستاذ الاقتصاد بجامعة المستقبل نورتنا وشرفتنا وصباح الخير على حضرتك أنا اللي بشكر حضرتكم وبشكر السادة المشاهدين